ومشاهديكم الكرام شكرا على الاستضافة ظاهرة الإرهاب ظاهرة فكرية ايدولوجية واحيانا تدخل في موارب او مثارب دينية فهي ظاهرة عالمية حتى الامم المتحدة وحتى تاريخ لم تجد لها اي تعريف فهي من معطلات مثبتات التنمية الوضع الاقتصادي الاجتماعي النفسي للدول واتت هذه القمة حقيقة في النيجر في وقت مهم للغاية اللي هو الاستمرارية والاستدامة في مكافحة الإرهاب وقد لاحظنا الكلمات والبيارات الصادرة وحتى تاريخه طيب لو نتحدث هنا تحديدا عن الآلية سيد محمد عندما نتحدث عن الإرهاب هي ظاهرة ربما جديدة قديمة ولكن آلية مواجهة الإرهاب سيد محمد خاصة بأن هناك حديث بأننا بدنا اليوم نعيش ما هو بات يعرف بها الإرهاب العابر هذا سؤال جميل جدا يعني لو أعطيك تجربة المملكة العربية السعودية هي تجربة رائدة لو لاحظنا عام 19-20 انخفاض عمليات الإرهاب في المملكة العربية السعودية بما مقداره 90% وقد ذكر ولي الأحد أننا مقبلون على 0% ولله الحمد هو لابد يعني التعاون الأنظمة في الآلم كلها المجتمع الدولي وخاصة في هذه الفترة أنظمة المراقبة المالية تحول الأموال وطريقة نقل الأموال في هذه المدارة الإرهاب هو عدة مسارات لمكافحة الإرهاب سيدة العزيزة أهم مسار هو الردع والإحباط والعمليات الاستباقية وهذه تجربة رائدة في المملكة العربية السعودية اللي يتأخذ تسابق الحدث ومن ثم تلاحقه هي الحمليات الاستباقية عن حاجة هناك مسارات كفرة مسارات عسكرية مسارات اقتصادية مسارات اجتماعية ومسار تنموي أيضا فلنأخذها نقطة نقطة سيد محمد يعني أشد هنا بتجربة المملكة العربية السعودية لأي مدى يمكن الاستفادة من هذه التجربة وتطبيقها ربما بشكل أو بآخر على الدول العدة وحتى على نطاق أوسع طبعا إحنا لو أعطيتك بالأرقام يعني المملكة العربية السعودية لو لا العمليات الاستباقية لفجر بما مقداره خمسة ألاف مبنى منذ يعني عشرين أو خمسة وعشرين سنة وهذه عمليات هي هدفها الإحباط الإحباط قبل تنفيذ العملية ومن ثم ملاحقتها الشيء الثاني تجربة هي النظام المالي العالمي الرقابة المالية تتبع تدفق الأموال ونقلها وهناك عدة طرق منها غسيلة الأموال منها أشياء ثانيا عندنا في المملكة العربية السعودية أخذوا كمان مسار تنفيذ فعندنا في المطقة الشرقية قرية تطلق عليها المسورة هذه كانت بؤرة ومجمعات للإرهاب والآن أضحى قرية تداخلت مع المجتمع مع التنمية وتطور البناء الإعنار فكان لها أثر كثير فأستاذ العزيزة هي المكافحة للإرهاب لا بد تكون المسورة كلها لا أزمة ومطلع إقليميا أو دوليا وهل ترى بأن هذا متوفر اليوم سيد محمد دعني هنا أيضا تطرق إلى ما صرحت به وزيرة الدولة الإمراراتية للتعاون الدولي بأن حل الأزمات يتطلب موقفا دوليا موحدا لمواجهة الإرهاب وتفضل سيد محمد بالبقاء تفضل البقاء معي سيد محمد سعود إليك بعد قليل تجاوب على هذا السؤال الحربي الباحث في الشؤون الاستراتيجية من جدة سيد محمد أهلا بك مجددا نعود إلى النقطة التي كنا نتحدث عنها سيد محمد أشد بجهود وما حققته المملكة العربية السعودية في إطار محاربة الإرهاب كنت قد سألتك تساؤل سيدي وتحديدا تطرقت إلى تصريحات وزيرة الدولة الإمراراتية للتعاون الدولي التي قالت بأن حل الأزمات يتطلب موقفا دوليا موحدا لمواجهة الإرهاب كل دولة بكل تأكيد سيد محمد لديها جهود ومساعي لمحاربة الإرهاب ونبضة التطرف ولكن هل هناك فعلا يعني جهود موحدة فعلا اليوم سيد محمد في هذا الإطار في الحقيقة لا يوجد العالم ما زال هناك تباين في المواقف الدولية كل أن يعرف الإرهاب بمفهومه ولكن يعني لو لاحظنا الأمارات المملكة العربية السعودية دول الاعتدال في المنطقة حقتنا هي تتعامل مع الإرهاب كمبدأ وأساس وقيم وأخلاق عادة لكن هناك مواربات مقاربات سياسية الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا فكلن يعطي أو يستغل أو أحيانا يأخذ مواقف للاستغلال السياسي حقيقة يعني لاحظنا نحن كمبدأ راسخ وعصيل في منطقتنا ولله الحمد لو لاحظنا أنه يعني لو تكرر تطرقنا إلى معهد الاقتصاد العالمي في سدني وفي تقريره عن مؤشر الإرهاب العالمي 2020 ولله الحمد يعني في العالم هناك تراجع في عدد الوفيات جراء عمليات الإرهابية بأكثر من أرباطاعة من ألف عام وكانت أغلب العالم وفي التقرير وتركز في أفغانستان العراق أنها يعطيك دلالة أيضا لأنها منطقة اضطراب منطقة نزاع بنية الدول الشاملة فيها غير موحدة غير سوية العناصر السياسية الجيوبوليوتيكية الاقتصادية الاجتماعية تلاحظناك فيها تباين سيدتي فأرجع لسؤالك للأسف لا زال المجتمع الدولي مقصر في عملية مكافحة الإرهاب لماذا في رأيك يعني خاصة يعني هنا عندما استمعنا إلى كلمة رئيس النيجر أمام الاجتماع قال نقطة مهمة سيد محمد قلبنا الدول الإسلامية أكثر من يتعرض للإرهاب هذه حقيقة ولحظنا هنا الأحداث التي حصلت في فرنسا تعريف المفهوم الإسلامي إسلاميك إسلاميست وطبعا ديننا دين رحمة واعتدال ولا كتباين في المفاهيم حقيقة ولكن هذه حقيقة الإسلام يعني نأخذه الآن أحيانا نقول الرد أحيانا نقول الصمت أحيانا نقول التجاهل ففعلا هي مواقف سياسية حقيقة أغلب ما تكون لأهداف شخصية أهداف أحيانا تكون شعبوية انتخابية في الدول يطلقون أساسا لا لاحظوا أنه رئيس الفرنسي إيمان والباكرون تراجع في تصريحاته التي أطلقها في البداية ربما يكون هناك دواعي انتخابية عشرين اثنين وعشرين انتخابات الفرنسية التوجه إلى الخطاب اليميني الشعبوي للأسف الشديد ولكن يعني كل دولة لا بد أن تبدل مجهودها وخاصة بالطرحة الإعلامية سيد محمد بما نتحدث عن طرق مكافحة الإرهاب تحدث عن موضوع العمليات الاستباقية تحدث أيضا عن نقطة قطع مصادر للتمويل الجماعة الإرهابية ولكن هناك نقطة مهمة أيضا سيد محمد ولربما تبرز أهميتها في الوقت الحالي ألا وهي مكافحة الإرهاب وأن تشمل أيضا المجالات الفكرية والاقتصادية بما فيها ولكن المجال الفكري تحديدا هنا سيد محمد ونبدأ التطرف وأيضا تعزيز ثقافة التسامح هذا شي جميل أنه تعزيز ثقافة التسامح فعلا الآن يعني المسار الفكري حقيقة هناك عدة آليات وخطينا خطوات يعني متقدمة في منطقتنا العربية أو نتكلم بالمفهوم الشامل يعني خطينا خطوات يعني المسار بس نرجع ونقول ونأكد أنه أي مسار نأخذ إن كان فكري أيدولوجي لا يبدأ أن يتوافق مع مسارات أخرى وهي مسارات الأمنية السياسية فهي كل يعني مجتمع المسار الفكري مهم بالغاية للغاية عبر ثقافة التسامح مثل ما تفضل في أستاذ العزيزة وإن شاء الله هذا ديننا حقيقة الإسلام ما يضح إليه اللي هو الاعتدال والتسامح طيب في السؤال الأخير سيد محمد أهمية ودور منظمة التعاون الإسلامي في مكافحة الإرهاب ونبدأ التطرف في نهاية المطاف سيد محمد لا أهمية أهمية مهمة يعني لأنها هي جزء من المنظمات المجتمع الدولي فحينما تبدي منظمة التعاون الإسلامي أي مبادرات فهي حقيقة ثانية شهدنا أن مبادرة مكافحة الإرهاب جاءت في الجيت وينتي يعني عبر عدة مؤتمرات وبيانات واجتماعات وكانت في البيانة الختامي في البيانة الأولي فمنظمة العالم الإسلامية يعني حقيقة يعني واجهة واجهة لنا كلنا لا بد أن ندعمها وندعم طروحاتها المعتدلة وحقيقة هي ما يمثلنا يعني مليار وثمانمية مليون مسلم حول العالم ما يمثلنا إلا هي هذه المنظمة ولها أهمية قصوى قصوى في التوافق التدافق مع المجتمع شكرا لك سيد محمد على المشاركة معنا سيد محمد الحربي الباحث في الشؤون الاستراتيجية كنت معنا من جده شكرا